موسيقى خطاب دكتور الجنزوري امام البرلماني الكل بينتظروا بيان الحكومة اما نشوف ايه اللي هيحصل برغم انه فيه ناس جهزت ردود من دلوقتي مش عارفين ازاي يعني طب اسمعوا الاول وعدة كده جهزوا الردود لكن هنشوف ايه اللي هيحصل معنا يوم متنوع جدا بس قبل نقولها ايه حاجة صباحنا يا له شكري ويوم يعني ربنا يستخدم سواخرة عليكم مرة تانية وزي نفيد بقيل فعلا النهاردة عندنا في عدد كبير جدا من الفقرات خلينا نبتدي بفقرة مهمة جدا عن دكتور نايف حواتمة دكتور نايف كان قبل كده معينا في نهارك سعيد وشرفنا مرة كانت في زيارته المصر النهاردة بتصادف مرور 43 سنة على انطلاق الجابهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طبعا هو معروف عنه ان هو يعني من اكبر القيادين الفلسطينيين ينتمي لحركة اليساريين وقوميين العرب والنهاردة حيكلمنا على اهم ما الوضع في الوضع في فلسطيني وصل لإيه خصوصا طبعا بعد الانتهاجات اللي بتعرض لها المسجد الاقصى في الفترة الاخيرة كمان هيكون معنا الحقيقة فقرة عن الوقفة الاحتجاجية اللي قام بيها طلاب كلية حقوق للتعليم المفتوح حقيقة هم عندهم مشكلة ان مش قادرين يسجلوا نفسهم في النقابة في مشاكل ما بينهم وبين نقيب المحاميين الاستاذ سامح عشور يعني بالتفصيل هنتكلم معاهم الحقيقة في الموضوع ده فيما يخص الوقفة الاحتجاجية اللي عملوها قدام النقابة ديوفنا هيكونوا الاستاذ شايماء محمد سامي وهي لصانس حقوق تعليم مفتوح والاستاذ احمد عطية وهو لصانس حقوق تعليم مفتوح وزينا بنقول انه اول اسبوع حافل يمكن النهاردة هتكون الجلسة الاولى في محاكمة الناس اللي عضاء في جامعيات حقوقية القضية المشهورة والنهاردة غالبا هي ومتوقع انها تكون جلسة اجرائية لاعلام المتهمين في القضية لازم القضي يتأكد انه تم اعلام الجميع طبعا ده في قسط احداث كثيرة جدا يمكن الاحداث الكثيرة دي بتأثر دايما على برصتنا ويمكن هيكون من اهم فقراتنا النهاردة فقر عن البرصة هيكون معنا استاذ عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الوراق المالية نتكلم معاه بالتفصيل الاحداث دي هتودي البرصة بتاعتنا فيها نروح للفاصل ونرجع ان ابتدأول فقراتنا النهاردة مع الصحافة خليكم معنا